بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس السنوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أهلا وسهلا بكم وبرنامج تعليمي يتجدد بكم دائما وأبدا في بيتنا مدرسة أعزائي الطلاب بإذن الله النهاردة حلقتنا حتكون حلقة مسمرة جدا جدا بتوجدكم وتفعلكم معنا إن شاء الله الحلقة الأولى اللي عرضناها لحضراتكم في الأسبوع السابق كانت بتتكلم على منظومة المناهج القائمة على الجدرات والمهن الميكانيكية زي ما قلنا لحضراتكم الخاصة بمهنة فني تشكيل ولحام المعادن مهنة تشغيل المعادن مهنة فني التحكم الصناعي مهنة سباكة ونماذج المعادن عشان كده الحلقة النهاردة بإذن الله حنتعرض للوحدة الثانية من وحدات المنهج الدراسي الخاص بأبنائنا أبناء طلبة الميكانيكية الوحدة الثانية أولاد عندنا اسمها وحدة التجهيز بدأت المسميات تختلف بدأت المسميات تختلف باختلاف الوحدات الدراسية دلوقتي ما عادش عندنا منهج أو ما عادش عندنا كتاب مدرسي والعاد عندنا حاجة اسمها مادة عندنا المادة يوازيها أو يعادلها وحدة دراسية الوحدة الدراسية اللي حضرتك درستها في بداية العام الدراسي واللي استمرت مع حضرتكم على مدار ثلاثة أسابيع واللي تم تقييم حضرتكم فيها وبالفعل إن شاء الله يا رب الجميع يكون اكتاز تلك الوحدة وحدة السلام والصحة المهنية حنبدأ النهاردة في الوحدة التانية واللي اسمها وحدة تجهيز الأعمال الأساسية لتشغيل المعادن الوحدة بقول يا مستر محمد حضرتك بتقول تجهيز الأعمال الأساسية لتشغيل المعادن يعني معنا كده حيكون في وحدة اسمها وحدة تنفيذ بإذن الله حيكون فيها عندنا وحدة اسمها وحدة تنفيذ طيب هناخد وحدة التنفيذ إمتى يا مستر؟ بقول لحضرتك هناخد وحدة التنفيذ لما يتم الانتهاء من وحدة التجهيز واللي هتستمر معنا على مدار أربعة أسابيع نركز بقى في الجزء اللي هنقول لحضرتكم دلوقتي الوحدة اللي عندنا هنا اسمها وحدة التجهيز للأعمال الأساسية لتشغيل المعادن الوحدة دي بتتكون من خمس مخرجات حلوة أوه نركز كده مع بعضنا في الحلقة اللي هنعرضها لحضرتكم النهاردة دي هنتكلم على مخرجين اتنين فقط تاني الوحدة اللي عندنا دي ده بيبان فين يا مستر محمد المخارج اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتتكلم عليها جيبها منين بقول لك يا جميل لما حضرتك تيجي تمسك دليل الطالب اللي موجود عندك اللي حضرتك بالفعل بدأت تستلمو دلوقتي هتلاقي عندي الوحدة التانية اسمها وحدة التجهيز للأعمال الأساسية لتشغيل المعادن الوحدة دي يا أولاد هنلاقي فيها خمس مخرجات أول مخرج عندنا اسمه يجهز مكان العمل طيب تاني مخرج عندنا اسمه يجهز أدوات القياس والشنكرة حلو المخرج التالت اسمه يجهز أدوات النشر والبرادة المخرج التال الرابع اسمه يجهز أدوات السقبة والتخويش والبرغلة المخرج الخامس والأخير اسمه يجهز أدوات الألواز الداخلية والخارجية كل المخارج اللي أنا عرضتها لحضرتكم دي لو لاحظنا اسمها يجهز 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 حلو أول العمليات التشغيلية دي هناخد لها مراحل للتجهيز ومراحل للتنفيذ الفعلي والتطبيق الفعلي على الآلات والمعدات اللي هنعرضها لحضرتكم في عمليات التجهيز دي يبقى الميزة اللي بدأت منظومة الجدرات توضحها لنا يا أولاد إن بدأ إحنا بدأ ياخد المهارة لما يجي يطبقها بدأ ياخدها بمرحلة تجهيز ومرحلة تسمى مرحلة تنفيذ يبقى حضرتك هتاخد معي أربع أسابيع الأربع أسابيع دولت اسمهم مرحلة التجهيز للأعمال الأساسية لتشغيل المعادل طيب الطلبة بتقول لي يلا يا مستر ادخل معنا على الحلقة سريعا بس أنا بقولك قبل ما ادخل معك على الحلقة عايزك تبص سريعا على الكدر اللي قدام حضرتك وشوية كده بس لبضع لحظات تأملات ذاتية لو لاحظنا في الكدر اللي قدام من حضرتكم يا أولاد عندنا دي مجموعة من الأدوات والعدد هقول لحضرتك إزاي إيه هي اسمها ومسمياتها وبس ما تقوليش أستخدمها إزاي يا مستر ليه يا جميل ما تقوليش دلوقتي السؤال ده لأن إن شاء الله لما نبدأ ننتهي من مرحلة التجهيز هناخد الكلام ده بالتطبيق العملي الفعلي في مرحلة التنفيذ لاحظ بعد كده احنا عندنا آليات ومعدات وعندنا أدوات زي حد يقولي إيه يا أولاد أول ما بتدخل القسمة عندك حد يقولي دي جميل اسمها البوكليز أو القدم ذات الورانية يا مستر عشان ما نسبقش الأحداث سريعا هنروح مع حضرتكم ليه تجهيز مكان العمل وتجهيز مكان العمل ده جزء مهم جدا جدا يا أولاد خاص بعملية التجهيز للتنفيذ الفعلي بس تعال لي بقى قبل ما نبدأ نشتغل عايز ألخص لحضرتك المنظومة اللي حضرتك بتبدأ تشتغل عليها احنا عندنا منظومة اسمها منظومة الجدارات حلو مصطلح الجدارات حضرتك هتسمعه لما تروح البيت واحد زميلك هيقولك في تعليم ما هيقولك انتوا بتشتغلوا بمنظومة ايه هتقولوا انا بشتغل عندنا في المدرسة بيقولولنا احنا بنتعامل بمنهجية اسمها منهجية الجدارات هيقولك يعني جدارات والدك هيقولك يعني يا حبيبي جدارات ايه التعليم الجديد اللي بقولولنا عليه ده بقول لك بصلي كده وكأن الحكيم اللي قدام من حضراتكم ده لما بدأ ييجي يوضح لنا منظومة الجدارات بدأ يقول لنا إيه كلي وسوف أنسى نركز بقى مع حضراتكم في الثلاث فقرات اللي أنا هقولهم لحضراتكم دولة كلي وسوف أنسى أرني لعلي أتذكر أشركني وسوف أفهم منظومة الجدارات عندنا يا أولاد بترتكز ارتكاس كلي على التطبيق الفعلي والتطبيق العملي بيسبق مرحلة التطبيق الفعلي عرض معرفي تاني تاني الجزئية دي قبل ما حضرتك بتيجي تنفذ تنفيذ فعلي أو تطبق تطبيق فعلي للمهارة بيسبق تلك المهارة عرض يسمى عرض معرفي حلو طيب الإشكالية اللي بتواجه أبناءنا الطلبة إيه لو أنا جيت مثلا أوضح لحضرتك تنفيذ مهمة معينة أو مهمة معينة وقعدت أشرح لك وقلت لك اتفضل طبق حضرتك هتطبق أعتقد أن الغالبية العظمة ما هتطبقش ليه؟ لأن اللي حصل مني أنا كمعلم أعدت أتكلم مع حضرتك جزء معرفي كلي وسوف أنسى أنا هشرح لحضرتك بس هتنسى ولكن جيت أنا شوية وروحت جاي مسكي الأداة أو المعدة دي وبدأت أشتغل بيها قدام حضرتك تاني أولاد الجزئية ديت لازم تحطها في ذهنك كويس جدا 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 أنا شرحت عرض معرفي لتطبيق مهارة معينة وقلت لحضرتك اتفضل طبق حضرتك هتطبق ما هتطبقش ليه؟ لأن حضرتك هتقولي يا مستر حضرتك مشيت معايا بمبدأ كلي وسوف أنسى وأنا نسيت المعلومة ولكن المستر طور الموضوع شوية والمنظومة بدأت تتطور شوية وقال إيه بقى؟ قال لك إيه؟ أرني لعلي أتذكر المستر بدأ ينفذ المهارة قدام الطالب وطلب من الطالب ينفذ الطالب حيقول له يا مستر لعلي أطبق المهارة لعلي حضرتك شرحت وطبقت قدام مني لكن أنا لما أجي أطبق مش هعرف أطبق طب تعالى بقى عشان يخلي الطالب جدير بالفعل في هذه المهارة وهي أشركني وسوف أفهم حضرتك لما بتيجي تنفذ قدام الطالب أو لابد أعزائي الطالبة لما بيجي المستر يوضح قدام حضرتك فيه ثلاث بنود لابد إن حضرتك تعيهم بمنتهى الدقة وهي العرض المعرفي والعرض العملي من قبل المعلم من قبل المدرب وبعد كده هنقول لحضرتك طبق أشركني أشركني وسوف أفهم يبقى عندنا الجدارة اللي خاصة بحضرتكم أو الجدارة بصفة عامة جزء خاص بالنواحي المعرفية جزء خاص بالتطبيقات العملية وجزء خاص لابد من اكتساب وهي الخبرات السلوكية بقول يا مستر محمد هو أنا عشان يكون جادير في مهنة معينة لابد من اكتساب خبرات سلوكية وجبها منين الخبرات السلوكية دي يا مستر محمد بص يا جميل الجزء المعرفي المدرب هيبدأ يعرضه لحضرتك والعرض العملي المدرب هيعرضه لحضرتك أثناء العرض المعرفي والعرض العملي لابد من اكتساب ما يسمى بالمنهج الخفي حضرتك بتتعلمه بس ما بتدرسوش تاني تاني وشوية شوية علينا يا مستر حضر يا أولاد تاني لما المدرس بيجي يعرض لحضرتك المدرب بيبدأ يعرض الجزء المعرفي بيلي الجزء المعرفي عرض عرض عملي المدرس أو المدرب بيعرضه لحضرتك في يتخلل العرض المعرفي والعرض العملي خبرات سلوكية حضرتك بتكتسبها والخبرات دي بتكون خفية داخل المدرب حضرتك بتشوف إيه بقى؟ بتكتسب إيه؟ بتكتسب من المدرس بتاع حضرتك تعامله مع زميله داخل القسم بتكتسب من المدرس بتاع حضرتك أو من المدرب تعامله أو استقبال كله لما دخلتوا للورشة الصناعية بتكتسب من المدرس الخبرات اللي بدأ يقسم الطلاب لمجموعة عمل تعاونية فيما بينهم لتنفيذ مهمة أو مهارة معينة يوبيزن دي كلها اسمها خبرات سلوكية حضرتك بتبدأ تكتسبها من المدرب أثناء العرض المعرفي والعرض العملي لأداء أو لتطبيق المهارة عشان كده بقول لحضرتك أصبحت في النهاية جدير جدير بالمهنة الفلانية أصبحت جدير لأن حضرتك اكتسبت بالفعل مجموعة من النواحي المعرفية والنواحي الطبيقية المهارية والخبرات السلوكية الخاصة بالمهنة واللي أصبحت حضرتك بالفعل إن شاء الله هتكون جدير فيها إذن إذن قل لي وسوف أنسى وأرني لعلي أتذكر والأفضل من ده كله أشريكني وسوف أفهم سريعا نروح بحضرتكم لتجهيز مكان العمل بالرغم من الإمكانات المتنوعة لتشغيل المعادن على الآلات ونركز بس في كل مصطلح يتم لفظه داخل دليل الطالب اللي حضرتك هتبدأ تقرأه وتبدأ تستلمه بالفعل بالرغم من الإمكانات المتنوعة لتشغيل المعادن بالرغم من الإمكانيات الكثيرة والأكثر دقة للماكينات التي تعمل لتشغيل المعادن فإنه لا يمكن الاستغناء عن عمليات التشغيل اليدوية ونركز في الكلام ده كويس جدا جدا يا أولاد مفيش خط إنتاج النهاردة مفيش ماكنة أو آلة أو معدة بتقوم بالفعل بعملية الإنتاج إلا ما فيه تشغيل يدوي بيبدأ يستخدم مع الآلات أو اللي بتستخدم في التشغيل الآلي يعني يا أولاد يعني أنا على سبيل المسأل حضرتك لما بتيجي إن شاء الله في مرحلة التنفيذ وتبدأ تنفس أحيانا بتحتاج آلة أو بتحتاج أدوات يدوية للاستعانة بها زي ما قلنا لكم ممكن يكون عندي مبرد أبدأ أمسك المبرد بتاعي أهذب أو أشطى بسطح معين ممكن يكون عندي محتاج أداة قياس أداة قياس أداة قياس زي القادمة زيت الورانية وأبدأ أتأكد من بعد معين ممكن يكون عندي منتج حيتم تنفيذه على آلة أو معدة معينة محتاج ما يسمى بعملية الشنكرة ودي اللي حنوضحها لحضراتكم فبالتالي محتاج الأدوات اليدوية إذن لا يمكن الاستغناء عن الأدوات اليدوية عشان كده بنقول لحضراتكم مرحلة التجهيز دي تعتبر مرحلة مهمة جدا 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 في عمليات الانتاج خاصة أو زي ما قلنا لحضراتكم بالرغم من التنوع أو التنوع في تشغيل الماكينات الخاصة به تشغيل المعادن إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن عمليات التشغيل اليدوية إذ لا تكتمل الأعمال في الورشة بوجود الآلات فقط بل لابد من أن تحتوي الورشة على عدد يدوية تساعد المدرب والمتدرب على تنفيذ العمل بشكل أفضل وده اللي حنقوله لحضراتكم دلوقتي أنا عايزكم بس بص 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 كده على الكدر اللي قدام منك أنا حقرأ هنا أول فقرة من الفقرات دي وقول لحضرتك لاحظت إيه وحيطربت بحلية الأسبوع السابق أو بالوحدة السابقة اللي كان اسمها وحدة السلامة والصحة المهنية إحنا عمدين هنا بيحتاج تجهيز مكان العمل داخل الورشة إلى عدد من الاعتبارات منها الالتزام بارتداء ملابس السلامة المناسبة أثناء العمل حلو أول واحد بقول لي يا مستر محمد حضرتك شرحت الأسبوع السابق أو أخذنا في الوحدة السابقة واللي تم دراستها على مدار ثلاثة أسابيع أخذت معنا وحدة كاملة اسمها وحدة السلامة والصحة المهنية حلو وحدة السلامة والصحة المهنية دي بتقول لي إحنا مش انتهينا منها يا مستر بقولك لا يا جميل وحدة السلامة والصحة المهنية بتعتبر بيس أو أساس لكل الوحدات التالية على مدار دراسة البرنامج الدراسي الخاص بحضرتك وعشان كده بنقولك في تجهيز الآلات والمعدات أو في تجهيز مكان العمل بصفة عامة لابد من الالتزام بارتداء ملابس السلامة والصحة المهنية لأن ده يعتبر رقم ركيز في تقييم حضرتك وهو ارتداء ملابس السلامة والصحة المهنية أيضا حسن التعامل مع الزملاء في الورشة والاهتمام باكتساب المهارات والتعلم تعالوا بقى نقف عند الحت دي أولاد لا يستهن بها أنا بقول لحضرتك حسن التعامل مع الزملاء في الورشة والاهتمام باكتساب المهارات والتعلم في أول الحلقة بتاعتنا لحضرتك الجزء الثالث أو المكون الثالث من مكونات الجدارة وهو اكتساب الخبرات السلوكية السلوكيات اللي حضرتك بتبدأ تتعامل بها مع زميلك داخل المؤسسة الصناعية هي دي بقى حتة التجهيز لمكان العمل أنا عندي عشان أجهز مكان العمل بتاعي فيه مجموعة من البنود البنود دي مجموعة البنود دي تلابد من اتباحها وطبقها طبق فعلي من أهمها حسن التعامل مع الزملاء داخل الورشة والمدرسة الصناعية داخل الورشة واللي حضرتك اكتسبتها زي ما قلنا لكم من الخبرات السلوكية من المدرد بتاع حضرتك ويسمى بالمنهج الخفي المنهج اللي ما تدرسش لحضرتك حضرتك اكتسبت من المعلم بتاعك اللي ابتسامة في وش زميلة حضرتك اكتسبت من المعلم بتاع حضرتك ازاي تشتغلهم في جروب في ورشة عمل وكل واحد يدي برأيه والاستماع للرأي والرأي الاخر حضرتك اكتسبت من المعلم بتاع حضرتك لما تكون واقف على خط انتاج وتقوم بالمهمة المعينة تبدأ توكل المهمة التانية لزميل حضرتك يبايزا دي كلها خبرات سلوكية بيتم تقييم حضرتك من خلال مجموعة من البنود ربما تكون داخل بطاقة ملاحظة وده اللي حضرتك هتبدأ تلاحظها في عملية التقييم الجزء التالت والمهم جدا وهو تنظيم وترتيب ادوات القياس بعيدا عن الادوات القاطعة والعدد للحفاظ عليها يعني يا ولاد الكلام ده عندنا لما بنيجي ندخل في الورشة عندنا بتلاقي في عندك ادوات قياس وبتلاقي في عندك ادوات للشنقرة وبتلاقي في عندك براجل وبتلاقي في عندك قدمات ذات ورانية بتلاقي عندك حضرتك مبارد الطالب المتهاون بالموضوع ده لما بيجي يجمع الادوات دي بيحط الادوات على بعضها وده طبعا شغل خاطئ وحضرتك ما بيتمش تقييمك بل بيتم تقييمك بشكل سلبي في المهمة دي ومال المفترض ايه المفترض يا حديد ان حضرتك بتبدأ تنظم وترتب ادوات القياس طبقا لتسلسل عمليات التشغيل للحفاظ عليها ازاي؟ يعني انا عارف مثلا ان انا مفترض ان انا حيكون عندي خامة او مشغولة مطلوب لها عملية شنقرة يبقى ادوات الشنقرة تكون محطوطة في جنب وادوات القياس تكون محطوطة في جنب والمبارد لو حيتم تشغيل يده ويكون محطوط في جنبه عندي يبقى اذا ترتيب وتنظيم الادوات والمعدات داخل الدولاب الخاص بيها ده يعتبر جزء مهم جدا 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 مين اللي قال لنا الكلام ده اولاد ومين اللي طلب مننا ان يكون المناهج بتاعتنا قائمة على منهجية الجدارات سوء العمل النهاردة لما حضرك بدأت تتخرج على المنظومة القديمة بدأت تيجي تتوجه لسوء العمل يقولك انت بتشتغل في وادي واحنا شغالين داخل المؤسسات الصناعية في وادي التاني طيب بدأت الوزارة مشكورة بدأت تستدعي رجال الاعمال وبدأت تستدعي ارباب المهن وبدأت تستدعي رجال من مؤسسات الصناعة في وضع المنهج اللي حضرتك بالفعل بتبدأ تدرسه عشان كده لما بتبدأ تتخرج وتتجه لسوء العمل بتاخد معاك شهدتين شهادة اسمها شهادة خاصة به بتكون حضرتك جدير فيها بالمهنة بتبدأ تتوجه بالشهادة دي لفين يا ولاد لسوء العمل عشان كنا بقول لحضرتك لابد من اتباع كافة الاجراءات واتباع كافة التعليمات الخاصة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات ونرجع مع حضراتكم لتنظيم وترتيب ادوات القياس بعيدا عن الادوات القاطعة والعدد للحفاظ عليها ايضا بيحتاج تجهيز مكان العمل داخل الورش في مدارسنا الصناعية الى العديد من الاعتبارات منها استخدام كل اداة او معدة في العمل الخاص بها لو حضرتك ادركت تماما استخدام كل اداة او معدة في العمل الخاص بها حتنجح معانا في المنظومة بتاعتها يعني ايه اولاد يعني استخدام كل اداة او معدة في العمل الخاص بها احيانا الطالب بيحتاج مثلا يركب في المبرد اليد الخشبية بيستهين بالموضوع ده ويجيب المفكة ويعمله كمطرقة وده طبعا يعتبر استخدام خاطئ يبقى أنا المفترض أن أنا باستخدم كل أداة أو كل معدة في العمل المخصص بها المفاك له استخدام المبرد له استخدام البنسة أو الزرادية لها استخدام براجل القياس أو براجل نقل الأبعاد لها استخدام القدمة زاية الورانية لها استخدام يبقى إذن لابد من استخدام كل أداة أو معدة في العمل المخصص لها عشان كده بنوضح لحضراتكم يقول لكم لابد من استخدام كل أداة أو معدة في العمل الخاص بها فمثلا على سبيل المثال عدم استخدام أدوات القياس في أعمال تسبب تلفها قد طارق أو استخدامها كما فك أو خلافه من أعمال قد تؤدي إلى تلفها وده يعتبر جزء مهم جدا لابد من اتباعه طيب أيضا بيحتاج تجهيز مكان العمل داخل الورشة إلى العديد من الاعتبارات من أهم ما ترتيب الأدوات المتماثلة مع بعضها البعض بس قبل ما اتكلم في الشرح كده بوصل على الكدر الكدر اللي قدام حضرتك ده ملاحظ فيه ايه قول لي كده مجموعة الأدوات دي واللي حضرتك ملاحظه فيه ايه جميل سامع طالب بقول يا مستر محمد أنا هنا شايف قدام مني قدم ذات ورانية وشايف قدام مني شارط قياس وشايف قدام مني زاوية وشايف قدام مني مجموعة من الأدوات بس للأسف يا مستر محمد كل أداة محطوطة فوق التانية يعني ما فيش ترتيب بص بص سمعت تسمي لكم بقول ايه بقول ما فيش ترتيب يا مستر محمد وبالتالي الأسلوب ده يا أولاد يعتبر أسلوب خاطئ عشان كده بقول لحضرتك لابد من ترتيب الأدوات المتمثلة مع بعضها البعض كل في المكان المخصص لها وأيضا تنظيم العدد والأدوات في دولاب العدد طبقا لتسلسل العمليات المطلوبة إذن الشكل اللي قدام من حضراتكم ده لو حضرتك اتبعته أصبحت غير جدير في المهنة اللي حضرتك بتمتهنها غير جدير وغير ولم تكتاز بالفعل هذا المخرج أو لم تكتاز البند الخاص بمعايير الأداء اللي هتبدأ حضرتك تتقيم من خلالها أيضا تعالوا مع بعضنا بقى نشوف فيديو كده بيوضح لنا تجهيز وترتيب مكان العمل نبص معاكم في العرض اللي قدام من حضراتكم ده يا أولاد تجهيز وترتيب مكان العمل وكل واحد بقى يوظف يوظف كل واحد يوظف الفيديو ده في المهنة اللي بيبدأ يمتهنها لاحظ كده حاجة وقول لي بس حضرتك ملاحظة إيه طبعا الرجل هنا أو المشرف أو المدرب بدأ يدخل ومستغرب من الموضوع كله عندنا هنا الرجل ده شغال على من شهر ولاحظ إن كل الأدوات والخامات كلها مش مترتبة في بعضها وفجأة توقع ما لا يتوقع نشوب أو حدوث حريق داخل المؤسسة بدأ الجميع يسرع للخروج منين يا أولاد من الخروج من الورشة الصناعية أو من المؤسسة ولكن للأسف نتيجة لعدم الترتيب الجيد بدأ بص 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 الراجل بدأ يقفز يقفز من على الممرات اللي موجودة نتيجة لعدم بص بقى شوف النتيجة إيه اللي حصل معنا هنا فيه هنا واحد ما عرفش ماله والتاني ماله على الرغم من إن الأسلوب اللي اتبع ده أسلوب خاطئ طب تعالوا بقى نعمل العكس يا أولاد بص هنا بدأ يرتب الأدوات والمعدات أو يرتب الخامات بص كده للشكل العام بص كده للشكل العام في حالة حدوث أو نشوب حريق أو لقدر له أي خطر طارق وحضرتك ما رتبتش الأدوات بتاعتك حضرتك ما رتبتش المعدات اللي موجودة عندك حضرتك ما اتبعتش التسلسل المنطقي لإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء خروجك من الممرات اللي قلنا لحضرتكم تكون الممرات دي تكون ممرات فارغة وما فيهاش أي عائق يعوق حضرتك من الخروج دي بتتسبب أو بنتوقع ما لا نتوقعه من حوادث ربما والله أعلم بعيدا عن الجميع ربما تتسبب في أضرار وخيمة أضرار جسيمة لا يحمد عقبها إذن المخرج اللي موجود عندنا أول مخرج أولاد عرضنا لحضرتكم دلوقتي وهو تجهيز وترتيب أدوات العمل وقلنا لكم إزاي حنبدأ نجهز الأدوات بتاعتنا وزاي حنبدأ نرتب العدد والأدوات كل أداء أو كل معدة في المكان المخصص بيها نجي سريعا بحضرتكم ليه المخرج رقم 2 في الوحدة اللي بنبدأ ندرسها اتداءا من الأسبوع الرابع في العام الدراسي وهي وحدة المخرج اسمه يجهز أدوات القياس والشنكر تعالوا بقى مع بعضينا دلوقتي المخرج هنا أولاد اسمه يجهز أدوات القياس والشنكر أنا بدوري كمدرب لابد من إكسابك للنواحي المعرفية قبل ما نبدأ نطبق النواحي المعرفية اللي عندنا دلوقتي المخرج اسمه يا أولاد اسمه يجهز أدوات القياس والشنكر إذن ماذا نعني بمصطلح القياس أسمع من حضراتكم كده يعني إيه ما أقول لحضرتك إسلي القطر الخارجي ده أو أقول لحضرتك إسلي الطول ده وسي وتقول لي مثلا الطول ده أو البعد ده طوله سي 20 ملي 30 ملي بناء على يقولت لي 30 ملي أو 20 ملي إذن ماذا نعني بمصطلح القياس وده اللي بيتضح قدام حضراتكم على الكدر اللي قدام مننا دلوقتي عملية القياس دي هي عملية تحديد قيمة عددية بتقول لي 5 6 7 إذن عملية القياس هي عملية تحديد قيمة عددية لها مدلول ونركز مع بعضين في الجزء ده أولاد لها مدلول بوحدة القياس المتعارف عليها ربما يكون وحدة القياس دي بالمليمتر بالسنتيمتر بالمتر ربما تكون وحدة القياس دي بالبوصة إذن وحدة القياس دي هنا دي بتكون وحدة متعارف عليها مثال لو أخذنا مثلا قياس الأبعاد نجد أن المقصود هنا تحديد قيمة البعد المطلوب قياسه بالنسبة لأحد الوحدات العالمية أو الوحدات المتفقة عليها عالميا لقياس الأطوال زي المتر أو البوصة حسب الاتفاق العالمي المنوق بتحديد تحديد القياسات المختلفة أيضا مفهوم القياس ده بيتم عن طريق أدوات وأجهزة خاصة نمشي كده مع بعضنا واحدة واحدة يا أولاد القياس ده بيتم في الورش بتاعتنا الصناعية في المهن الميكانيكية المختلفة القياس ده بيبدأ يتم بوسطة أدوات وأجهزة قياس خاصة هعرضها لحضراتكم دلوقتي إزاي يا مستر محمد بصولي كده أنواع القياس واحد بقولي يا مستر محمد هو القياس ده له أنواع بقولك أيوة القياس له أنواع وارد يكون القياس ده قياس مباشر وقياس غير مباشر حلو يعني يا مستر قياس مباشر ويعني يا مستر قياس غير مباشر امشي معايا واحدة واحدة كده بس وأنا هقول لحضرتك القياس المباشر المواصد بالقياس المباشر يا ولاد يعني أنا بمسك أداة بمجرد القياس بقدر أقول إن الطول ده كام حلو كده؟ الأداة دي عندنا على سبيل المثال اسمها القدمة ذات الورانية ما أقولش لحضرتك قراءات دلوقتي القراءات دي حتكون موجودة في وحدة التنفيذ أنا هنا بجهز الأدوات والمعدات من ضمن الأدوات اللي أنا ببدأ أجهزها ديت يا شباب وهي خاصة بالقياس المباشر القياس المباشر يعني أنا بستخدم أداة أداة من خلالها لما أجي قيس طول معين أو قيمة معينة بقوله الطول ده ساي طول عشرين ملي حلو كده؟ ده بنسميه قياس إيه؟ قياس مباشر طيب معنى كده إن في قياس غير مباشر حلو قياس غير مباشر إزاي أولاد؟ قياس غير مباشر له أدوات خاصة به مش القدمة زيات الورانية زي عندنا البراجل وحوضحها لحضرتك البراجل لما بتيجي تقيس به شوف 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 أنا بقول ليه؟ تقيس البراجل بينق البعد يعني يا أولاد بينق البعد يعني أنا سي على سبيل المثال عايز أشوف الطول اللي عندي ده طوله كام بجيب البراجل وافتح البراجل كده من بداية الخامة إلى آخرة واخدوا البراجل بنفس الفتحة دي يتحط على ما يسمى مصطرة القياس مصطرة القياس دي مصطرة مدرجة وبالتالي لما يتحط البراجل ببدأ أقرأ فتحة البراجل من على مين يا أولاد؟ عايز أسمع منكم جميل جدا من على مصطرة القياس وبالتالي بقدر أقرأ البعد أو الطول اللي موجود عندك كام إذن عندنا ما يسمى بالقياس المباشر والقياس غير المباشر تعالوا مع بعضنا سريعا بطريقة علمية وبالنواحي المعرفية نقول لحضراتكم ماذا نعني بالقياس المباشر القياس المباشر يقصد به تحديد تحديد شوف نقول لحضرتك إيه؟ تحديد مقاس المشغولة بناء على التدريج الموجود على تدريج المصطرة المدرجة وتختلف ربما تكون مصطرة قياس ربما تكون قدمة ذات ورنية تعالوا بقى مع بعضنا نشوف القياس غير المباشر القياس غير المباشر ده أولاد زي ما أنا قلت لكم دلوقتي بيتم فيه استخدام وسيلة مساعدة تاني يعني البعد اللي عنده حضرتك ما بيكونش بعد مباشر لا بستخدم فيه وسيلة مساعدة لنقل الأبعاد زي البراجل وحوضحها لحضرتكم دلوقتي ولكن في مرحلة التجهيز أنا بكسب حضرتك نواحي معرفية نواحي معرفية قبل ما نشتغل في التنفيذ يا أولاد وبالتالي النوع الثاني من أنواع القياس هو القياس الغير المباشر بيتم فيه استخدام وسيلة مساعدة لنقل الأبعاد مثل الفرجار اللي احنا بنسميها البراجل لتحديد بعد المشغولة ونستخدم لذلك مصطرة أو قدمة أو مايكروميتر لتحديد قيمة البعد وده هنشوفه مع حضرتكم سريعا كده بصلي كده على القياس الغير مباشر بصوا كده يا جميل على الشكل اللي قدام من حضرتك ده وأنا مش مطلوب منك دلوقتي تقولي الاستخدام هنا ايه بس أنا عايزك تبصلي على القياس غير المباشر وهو نقل الأبعاد بصوا كده يا جميل أنا عندي ده برجل حقولك دلوقتي اسمه ايه وبيستخدم فيه البرجل ده لو لاحظت انه بياخد بيني البعد من على خامر حلو وده برجل تاني حقول لحضرتك اسمه ايه بس ايه اعرف الشكل ده دلوقتي بيس كتر هو حلو وده برجل بيس كتر بس الكتر اللي بيسه هنا كتر داخلي حقول لحضرتك دلوقتي مسمه ايه والوظيفة بتاعته ايه ولكن انا عايز اوصل لحضرتك ان القياس الغير المباشر بستخدم وسيلة او اداة مساعدة لنقل ايه اولاد لنقل الابعاد حلو ايضا بالنسبة ليه انواع القياس عندنا نوع مهم جدا جدا وهو الفحص والمعايرة واحد بقول لي مستر محمد حضرتك مش هترجع لنا تاني للبراجل حرجعلك يا جميل مرة تانية للبراجل وانواحها وزي نبدأ نستخدم او ننقل الابعاد بواسطة البراجل ولكن نكمل مع بعضنا النوع التالت من انواع القياس وهو الفحص والمعايرة بصوا بقى الفحص والمعايرة طالما وصلنا لفحص ومعايرة بالتالي محتاج ادوات اكثر دقة من سابقتها بمعنى ايه اولاد انا في اول انواع القياس قلت لحضرتك انا عندي القياس المباشر القياس المباشر ده بستخدم قدمة ذات ورانية باستخدم مصطرة باستخدم ميكرو ميتر باستخدم ببعد حل القياس غير المباشر باستخدم براجل بانواحها بنق اللي بها بعد على مصطرة معينة او على شرط قياس وقول البعد ده كم تكام عندي في النوع التالت الفحص والمعايرة طالما قلنا فحص ومعايرة اذا الموضوع ازداد صعوبة بل ازداد في الدقة وبالتالي لابد من استخدام ادوات اكثر دقة زي ايه يا ولاد ايه هي الادوات الاكثر دقة واحد بقول لي يا مستر محمد الادوات الاكثر دقة هي المحددات وقوالب القياس رائع يا ولاد جميل احييكم على الايجابة اللي حضرتكم قلتها دي يبقى فعلا انا عندي ادوات اكثر دقة من نظيراتها من مايكرومترات او قدمات ذات ورانية او مصاطر قياس او براج لنقل الابعاد وهي المحددات وقوالب القياس الهدف بقى من عملية الفحص طالما انا قلتلك فحص ومعايرة وحنستخدم ادوات تلاقي الدقة المتناهية للفحص اقول لحضرتك دلوقتي يعني ايه فحص ويعني ايه معايرة الفحص يا اولاد هو مدى التأكد من مطابقة المنتج المرات فحصه للمواصفات المحددة له من حيث الشكل والابعاد دون الحصول على قيمة عددية ايه يا مستر الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هل فعلا عملية الفحص دي الغرض منها التأكد من مطابقة المنتج المرات فحصه للمواصفات المحددة له من حيث الشكل والابعاد دون الحصول على قيمة عددية هو انا حفحص المنتج مستر محمد بواسطة الادوات المساعدة للمستخدمة لذلك بدون الحصول على قيمة العددية ايوه بدون الحصول على قيمة ازاي مستر محمد انا عند المحددات يا اولاد باشكالها المختلفة وقوالب القياس باشكالها المختلفة ارجع بحضرتك لما بنيجي نعمل الضبعات او بنسميها الاستنبة او بنسميها المحدد ده انا مطلوب من حضرتك شغال على خط انتاج خط الانتاج ده سي على سبيل المثال بيطلع منتج بالشكل ده يا اولاد خط الانتاج بيطلع منتج بالشكل ده المنتج ده له ابعاد طول فعرض في تخانة معينة طيب لو انا شغال على خط الانتاج بيتطلب مني سرعة في الانتاج حلو كده طيب عشان كل ما اخلص منتج وارجع عائس المنتج ده اتأكد من البعد فانا هاخد ايه يا اولاد هستغرق وقت الوقت ده طبعا بيحمل على مين بيحمل على زمن التشغيل طيب لما زمن التشغيل بيزيد هيحمل على مين عايز اسمع منكم ها جميل بقول لها مستر محمد هيحمل على سعر بيع المنتج رائع يا ولاد وبيتالي عشان نتغلب على الجزئية دي هعمل ما يسمى او استخدم ما يسمى بالمحددات انا عندي البعد ده هيكون 80 ملي يبقى انا بجيب طبعات او طبعات بنقول عليها او استنبات المتشطبة على 80 ملي ويتحط المنتج جوه المحدد او استخدم المحدد كده بال80 هل مزبوط على 80 ولا مش مزبوط ما بيدينيش كراءة ومال يا مستر محمد ما بناخدش كراءة ومال بنعرف ازاي ان المنتج مطابق للمواصفات بدون الحصول على قيمة عددية المنتج مطابق للمواصفات بدون الحصول على قيمة عددية لان يا جميل لاحظ المحدد اللي انا باستخدره مزبوط على القيمة العددية اللي المفترض المنتج ده بيتم تصفيته عليه يعني أنا سي على سبيل المثال أنا محتاج المنتج ده يتم تصفيته على 80 ملي يبقى المحدد بتاعي يكون مزبوط من الفئة اللي أنا هستخدم فيها البعد 80 ملي وبالتالي كل ما نفذ منتج أولاد أستخدم المحدد بتاعي وبالتالي نستغرق وقت أقل وبالتالي يكون زمن التشغيل أقل وبالتالي بقدر أتحكم في سعر بيع المنتج وهامش الربح الخاص بالبند الخاص بالمبيعات نرجع مع حضراتكم مرة تانية للفحص والمعايرة وقلنا لكم الهدف منها هو التأكد من مطابقة المنتج المراد فحصه للمواصفات المحددة لهم من حيث الشكل والأبعاد دون الحصول على قيمة عددية وانا قلت لحضرتك إزاي ما هنحصلش على قيمة عددية وذلك باستخدام محددات القياس حلوة أولا عندنا النوع الرابع أولاد من أنواع القياس وهو قياس الأبعاد وبفكرك مرة تانية الجزء المعرف اللي أنا بعرضه لحضرتك ده جزء خاص بوحدة التجهيز لتشغيل الأعمال الأساسية عشان لما حنيجي ننفذ ما حنتعرضش للكلام ده مرة تانية تلك المعارف الخاصة بوحدة التجهيز الخاصة بتشغيل الأعمال الأساسية النوع الرابع سريعا الخاص بأنواع القياس وهو قياس الأبعاد النوع ده أولاد لإجراء أي عملية قياس دقيقة لابد من استخدام أدوات القياس المناسبة حلو أيا كان نوع عشان كده بيتوفر في مجال القياس أنواع متعددة من أدوات القياس دلوقتي إحنا بنجهز أدوات القياس يبقى أنا لازم أعرف حضرتك إيه هي أنواع أدوات القياس وأشكالها إيه أول حاجة هعرضها لحضرتك بطريقة بطريقة على خاص لك كده الموضوع اللي أنا قلت لك قبل كده أدوات القياس اللي عندنا المتنوعة وكل أداء بتستخدم حسب الدقة المطلوبة بقول لحضرتكم مرة تانية أدوات القياس دي حضرتك هتلاقيها في الورشة بتاعتك ولما تيجي تبدأ في عملية التنفيذ سي ما تجيب ليش مصطرة القياس تي إيه بها تقة عالية ده أنا هنا بوضح لحضرتك أدوات القياس اللي حتبدأ توجهك واللي حتبدأ تشوفها داخل الورشة في المدرسة الصناعية بوضح لحضرتك أدوات القياس وبناء عليه بيتم استخدام كل أداة بناء على الدقة المطلوبة حلو أدوات القياس اللي عندنا نعد كده مع بعضنا عشان حسأل حضراتكم فيها عندنا خمس أدوات لأدوات القياس أول أدوات عندنا اسمها المصطرة المدرقة وهعرضها لحضرتك دلوقتي اللي احنا بنسميها أولاد في المدرسة عندنا اسم الدم الصلب المصاطر المدرقة أدوات نقل الأبعاد وخلي بالك لحظ حاجة يا جميل أنا بقول لك هنا أنواع أدوات القياس بس أنا جتلك هنا قلت لك ايه قلت لك أدوات نقل الأبعاد وليس قياس الأبعاد البرقى البيين طب you ماGet اعرف البعد ازاي مستر محمد هاخد البرجل بالفتح اللي انا فتحتها ومن خلال مصطرة مدرجة اقدر اقرأ البعد اللي البرجل تم فتحه عليه عشان الناس الامور ما تتدخلش مع بعضيها والطالب يقول لي مستر محمد كان بيقول لنا ان انا عندي من ضمن ادوات القياس البراجل وشوية رجع لنا ان ادوات نقل الابعاد دي تعتبر براجل ايوا ادوات نقل الابعاد وهو النوع الثاني من انواع ادوات القياس البراجل الخاصة بنقل الابعاد أيضاً عندنا القدمة ذات الورانية ما لها وما عليها من أنواع مختلفة وكيف يمكن استخدامها والاستخدام ده والتنفيذ الفعلي ده اللي حيتم إن شاء الله في وحدة التنفيذ عندنا أيضاً المايكرومترات عندنا قوالب القياس والمعايرة أنا عايز بقى واحد من أبنائنا الطالب اللي بيشاهدوني دلوقتي يقول لي يا مستر محمد أنا هاخد أول واحد حيرفع يده يبقى هو ده اللي اكتاز معي جميل جداً أنا عايزك هنا تقول لي أدق أداة قياس موقع زميلكم بقول لي يا مستر محمد أدق أداة قياس حتكون موجودة عندنا مستر هي قوالب القياس والمعايرة بالفعل يا أولاد أدق أدق أداة ممكن تستخدم ليه عملية القياس والمعايرة هي قوالب القياس وأقل لهما دقة هي المساطر المدرجة تعالوا بقى مع بعضنا اتكلمنا معرفة كتير تعالوا نشوف الشكل العام مع حضراتكم ليه المساطر المدرجة المساطر دي عندنا منها نوعين النوع الأول بيصنع من الصلب ولازم حضرتك تتأكد من المعلومة دي المساطر اللي عندنا مصنعة من الصلب بأطوال بتبدأ عادة من 150 ميلي إلى 1000 ميلي تاني يا مستر محمد وعايزك تركز في الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك أنا بقولك عادة بتبدأ أطوالها من 150 ميلي عايز حد يقولي 150 ميلي يعادل كم سنط يا مستر محمد جميل يعد له 15 سنط بالفعل طيب الميت ميلي يا مستر محمد الأدم القياس ده أو المصطرة الصلبة دي بيكون بعدها أو طولها 1100 ميلي متر يعني تعادل كم؟ تعادل 100 ميلي متر جميلة أولاد ومقسمة إلى سنتيمتر وميلي متر والسنت يحتوي على 10 ميلي متر وده الشكل العام بتاع المساطر المدرجة وده اللي المفترض بإذن الله حضرتك حتبدأ تشوفها إن شاء الله اتداء من الأسبوع الرابع الخاص بتجهيز أدوات القياس والشنكرة أيضا عندنا مصاطر صلب بحفة ارتكاز يعني شفت الزاوية هي واخد حرف إيه اللي كده هي دي اللي احنا بنتكلم عليه من هنا مصطرة صلب ومن هنا مصطرة صلب هنا فيه تدريج وهنا فيه تدريج ووارد يكون عندك الجزء ده مع لهوش تدريج اللي احنا بنسميها الزاوية الزاوية اللي هي المصطرة الزاوية اللي موجودة عندنا دي ودي عارفين بنستخدمها فيها يا أولاد بنستخدمها في مدى استواء السطح مدى استواء السطح لو حضرتك بتشتغل تشغيل يدوي بتبدأ تبرد مثلا على سبيل المثال مع بعضنا كده لو انا عندي ده منتج معين بالنسبة ليه الزاوية الصلب اللي موجودة عندنا لو انا عندي على سبيل المثال اللي واضح قدام حضراتكم ده منتج منتج زي ده وانا نشرته عملت عملية درادة وعايز اتأكد من ما بجيب الزاوية الصلب دي وتتحط الحرف اللي بيخده مع الطرف هنا وبص هنا على الزاوية شايفين الزاوية فيه تطابق هنا يا ولاد مدى الاضاءة اللي ما بين الزاوية ما بين المنتج بطاعة حضرتك كل ما بتزداد المسافة كل ما بتكون الدقة اقل وبالتالي كل ما بيكونش فيه اضاءة ما بين الادم الصلب وسطح المنتج كل ما بيكون المنتج ادق بالفعل ده استخدام بسيط جدا ليه مصطرة القياس الموجودة عندنا اللي بيسميها مصطرة قياس بحفة ارتكاز بكده نكون وضحنا لحضراتكم مصادر المصاطر القياس اللي موجودة عندنا ايضا هناك ما يسمى به شريط القياس وده مصنع اما من المعدن كالاليمونيوم او الصلب او البلاستيك او الاقمشة المغلفة بمادة من البلاستيك واعتقد ان الجميع بيشوف شريط القياس اللي هو العادي خالص ده بس ده طبعا بالضرورة حتلاقي موجودة عنده حضرتك داخل الورشة الصناعية نيجي بقى لاهم حاجة عندنا وهي ادوات نقل الابعاد البراجل والفرجار او بنسميها الفرجار بص ياولاد انا اقول لحضراتكم على حاجة من شوية انا عربتلكم قلتلكم من ضمن ادوات القياس القدم زاية الورانية وقلنا مصطرة القياس بس انا في الحديث بتاعي اسرت القدم زاية الورانية خليتها سبقت مين البراجل لا انا عايزك دلوقتي طالما عرضتلك الادم الصلب عايز اعرض لك البراجل بانواحها وقولك هتستخدمها ازاي هتستخدمها ازاي في نقل الابعاد وتتأكد من البعد ده على مين على الادم الصلب سريعا نرجع بحضراتكم ادواتنا للابعاد او الفرجار بتستخدم البراجل كوسائل مساعدة خد بال حضرتك من الكلام انا ما بقولكش وسيلة اساسية كوسائل مساعدة في عملة القياس وده بيتم نقل قيمة القياس من المشغولة الى جهاز القياس والعكس او انا بفتح او انا سي يعني اولاد الكلام ده او انا محتاج مثلا بعد بعد وليكن ميت ميلي ميت ميلي انقل بعد على خامة ركز معايا بقى في الكلام اللي انا هقوله لحضرتك لو انا محتاج انقل بعد على خامة البعد ده اللي انا محتاج انقله عشرة ميل او عشرين ميل يبقى انا حاجة على الادم الصلب حلو كده وافتح البرجل بتاعي فاتحة تساوي العشرة ميل واجب البرجل بتاعي على الخامة اللي موجودة معايا وانقل البعد على مين يا اولاد وانقل البعد العشرة على الخامة يبقى انا اخدت البعد من المصطرة من اداة القياس لمين؟ للخامة ويمكن العكس لو أنا عندي المنتج ده على سبيل المثال أنا معرفش طوله كام باخد البعد أفتح البرجة البتاعية على البعد وتأكد من البعد من العكس على مين على مصطرة القياس بكده نكون وضحنا لحضراتكم أهم استخدامات البراج اللي قلنا لكم بتستخدم كعملية أساسية كعملية كعملية ثانوية كعملية مساعدة في عملية القياس وقولنا لكم بيتم من خلالها نقل الأبعاد من وإلى أداة القياس المستخدمة طيب مستر محمد البراجل دي لها أشكال البراجل دي لها أنواع مختلفة وهل كل البراجل دي مستر محمد أو الفرجار زي ما بيسميه بيستخدم استخدام واحد بقول لحضراتك بتختلف اختلاف كل حسب نوع كل برجل وده اللي حيتضح قدام حضراتكم سريعا على الكدر اللي بوضح لنا أهم أشكال البراجل المستخدمة عندنا عندنا ثلاث أنواع أولاد أول نوع اسمه البراجل العدل بصوا كده معنا على الكدر اللي بيوضح لنا دلوقتي برجل العدل البراجل العدل ده بيستخدم في رسم الدوائر على المشغولات ونقل الأبعاد على الرسم التنفيذي ويتكون من شكتين مدببتين يتكون من شكتين مدببتين ونهايتهما مثبتتان ببعضهما بمسمار يسمح لهم بالابتعاد والاقتراب عن بعضهم طالب بقول لي يا مستر محمد احنا دايما في منظومة الجدرات بنبدأ نركز أكتر على التطبيق العملي حلو يعني الكلام المعرفي ده هنطبقه ازاي عايزين مثال حي بقول لحضرتك بص يا جنيه أول برجل عندنا اسمه برجل عدل البرجل العدل ده له شكتين شوكة هي شفت كده التمانية تمانية مقلوبة تمانية مقلوبة في شكتين شوكة شمال وشوكة يمين حلو كده يا أولاد طيب وفي مسمارت زنق هنا المسمارت زنق ده بصمولة زنق تفتح تضيق وتوسع منين يا أولاد تضيق وتوسع البرجل البرجل العدل ده بيستخدم في رسم الدواير يعني ايه ليه في رسم الدواير لأن الطرفين بتقوموا دبابين بسبت في أي مكان وحل حضرتك وحاسبت فين دلوقتي وارسمي الدايرة على الخامة حلو أو أنقل به بعد جميل طيب بتحكم بقى في البرجل ده يا أولاد بتحكم في البرجل من خلال لو كنا بنسميها صمولة الزنق كل ما دايق أووسع بحيث أن أنا أتحكم في المسافة اللي أنا أخدتها يبقى أول نوع عندنا من أنواع البرجل هو البرجل العدل البرجل العدل ده يا أولاد اسمه برجل بشوكة يعني لما الميستر في التدريب يقولك البرجل اللي عندي اسمه برجل بشوكة أو برجل عدل حتقولي جميل يا ميستر محمد عندي البرجل العدل ده بيستخدم في رسم الدوائر على المشغولات حلو بس كده لا يا ميستر بيستخدم أيضا في نقل الأبعاد من وإلى من وإلى من مين يا ميستر وإلى مين بيستخدم في نقل الأبعاد في نقل بعد من على مصطرة القياس إلى الخامة أو بيستخدم في نقل بعد من على الخامة للتأكد منها على مصطر القياس وبيتكون من شكتين مدببتين في المقدمة ويكونوا متسبتين مع بعضهم بصامولة زنق بتحكم في فتح وقفل برجل العيدل اللي موجود عندنا ده يعتبر أول نوع من أنواع براجل نقل إلى بعد عندنا في نوع تاني يا أولاد اسمه برجل القياس الخارجي وده بص كده الأول قبل ما نتكلم عليه ملاحظين إيه يا أولاد؟ واحد بقول يا مستر محمد ده بر أو مشغولة أسطوانية بيستخدم في نقل البعد هنا بص لي كده البرجل ده أصلا شكله مقوس وبالتالي البرجل ده ما ينفعش أرسم به دايرة حلو ركز معايا البرجل ده هيستخدم في قياس خلينا نقول في نقل بقى نقل أبعاد أو قياس أكتار الأعمدة والأبعاد الخارجية يعني أنا لم يكون عندي مشغولة أسطوانية بفتح البرجل على المشغولة الأسطوانية دي وروح أتأكد من البعد اللي أنا أخدته ده على مصطرة القياس من خلال برجل يسمى برجل القياس الخارجي يبقى بيستخدم في نقل الأبعاد الخارجية عندنا نوع الثالث مهم جدا من أنواع براجل القياس وهو برجل في قياس الأكتار الداخلية من خلال المسمى أولاد البرجل ده بدل ما الشكتيني اللي فيه الطرفين المدببين فيه كانوا للداخل للداخل كده أصبحهم للخارج أصبحهم إيه أولاد للخارج وطالما للخارج يعني الفتحة هتستخدم في بعد داخلي تستخدم في بعد داخلي إذن البراجل فيبو تستخدم فيه قياس الأكتار الداخلية عندنا أيضا القدمات عندنا القدمة زيادة الورانية وما ننساش القدمة زيادة الورانية بيستخدم بقى فيه بتجمع الثلاث استخدامات بيستخدم فيه قياس الأبعاد قياس بقى حتيس بعد قياس الأبعاد الداخلية قياس الأبعاد الخارجية قياس الأعماق وده كله حيبان معنا فيه يا أولاد وده كله حيبان معنا إن شاء الله في مرحلة التنفيذ بكده أعزائي الطلاب بيكون عرضنا لحضراتكم أول مخرج خاص معنا بتجهيز مكان العمل والمخرج التاني تجهيز أدوات القياس والشنكرة وأن لحضراتكم إيه هي أدوات القياس المتعرف عليها داخل الورش الصناعية وقلنا لكم إيه هي أدوات الشنكرة المتعرف عليها وما لها وما عليها من ترتيب وتجهيزات خاصة بيها بكده سريعا أعزائي الطلاب بيكون انتهى وقتنا معاكم النهاردة أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل موعد ولقاء يتجدد بكم دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته